الرئيس السيسي واجه بموصلة التعاون والتنسيق بين إجهزات الدولة لتنفيذ مختلف مشروعات مبادرة حياة كريمة الرئيس السيسي يستقبل قائد المنطقة المركزية الأمريكية ويؤكد أن التعاون بين مصر والولايات المتحدة ركيزة لصون السلم والأمن بالشرق الأوسط في يوم عيد النصر بوتين يؤكد أن تدخل بلاده في أوكرانيا كان ضروري السادسة مساء في القاهرة الرابعة بتوفيتي جرينيتش نشر إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بموصلة التعاون والتنسيق بين إجهزة الدولة المعنية لتنفيذ مختلف المشروعات القومية ذات الصلاة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري وخلال اجتماعي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان وجه الرئيس السيسي أيضا بالمتابعة الميدانية للمعقف التنفيذي بشكل دوري والالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ أخذا في الاتبار ما ستسم فيه تلك المشروعات من تحسين للمستوى العام لجميع جوانب الحياة المعيشية للمواطنين في الريف المصري على مستوى الجمهورية كما تبع رئيس السيسي المشروعات الجارية لتطوير منطقة القاهرة التاريخية فضلا عن تطوير منطقة مسلس مسبيرو إلى جانب ما تم من تطوير الكورنيش النيل من خلال مشروع ممشى أهل مصر والموقف التنفيذي للمرافق والمنشآت والخدمات بمختلف المدن والمجتمعات العمرانية خاصة ما يتعلق بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العالمين الجديدة وينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير سيد مصطفى توجيهات خاصة من سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن المشروعات التنموية المختلفة وبالطبع على رأسها ما يخص الحياة الكريمة للمواطن المصري وتطوير قرى الريف المصري من خلال مبادرة حياة كريمة كيف ترى هذا الأمر وآخر ما تم التوصل إليه في هذا المشروع والمبادرة الهامة الحقيقة يمكن الاجتماع السيد الرئيس اليوم بدون رئيس مجلس وزراء والسيد وزير الإسكان استضاع كل ما تم تنفيذه من مشروعات قومية ذات صلة بالمشروع القومي والمبادرة الرئيسية حياة كريمة شيء في غاية الأهمية في هذه الفترة ويمكن في الظروف الفضيئة العالمية كل التقارير الميدانية أن استمرار العمل في المبادرة بيدخ كثير من فرص العمل آلاف من فرص العمل باستمرار كمان لتنفيذ مشروعات قومية كبيرة مثل مشروعات الصرف الصحي والبنية الأساسية والتحتية في كل القرى المرحلة الأولى الجار العمل فيها الآن وأيضا في المراكز والقرى التي تم ضمها من المرحلة الثانية الآن وجار العمل في المسح الميداني من كل الجهات التنفيذية وأيضا بحضور مع الوزير الإسكان لاستضاع موقف الوزارة من مشروعات فكان كريم ومشروعات الصرف الصحي التي تكون بها وزارة الإسكان بكل أجهزتها فنتكلم عن مشروع ضخم بما يقدم ما يقرم من 60 مليون مواطن فيه أكثر من 4.941 قرية كل الريف مستهدف بشكل مستمر بشكل يومي في ميزانية تقدر بأكثر من 800 مليار جنيه وهنا الحقيقة السيد الرئيس بيعطي كمان إشارة لكل المجتمع المصري أن الدولة المصرية بكل أجهزتها بتغطو خطوات سريعة في هذا المشروع القومي لن تتأثر بأي ظروف بتمر بيها العالم بذمر بيها مصر بشكل مباشر أيضا وفي تأثير كبير على الاقتصاد ولكن أهلين في الريف المصري والقرى المصرية من تم العمل فيه أو قراهم العمل المستمر الرسالة واضحة منه برأس القيادة السياسية ورأس الدولة المصرية أن هناك استمرارية لكل انتهاء من جميع المشروعات التي يعمل بها كل أجهزة الدولة سواء من وزارة الإسكان أو الفقات مسلحة وطبعا بإشارات مباشرة من دولة رئيس مجلس المصرية المسئولية مشتركة داخل المجتمع المصري كما تحدثت أستاذ مصطفى حدثني عن دور منظمات المجتمع المدني في هذا الصدد إذن السؤال حاجة مهم جدا في الدور المباشرة للموضوعات المجتمع المدني تم تشكيل التحالف الوطني للعمل الأهلي يضم أكثر من 23 جمعية أهلية من كبرى الجمعيات والاتحاد العالمي للجمعات الأهلية والاتحادات الإقليمية تشعر مستوى كمهورية تمعنا بالأمس كان فيه اجتماع مطول بالاتفاق على خريطة طريق لأسيط الشهور القادمة في استمرار مبادرة وصل الخير لكل أهلين في جميع المحافظات بنستهدف إن شاء الله خدمة ما يقرب من 9 مليون أسرة مصرية من التحالف الوطني للعمل الأهلي جميع المؤسسات الكبرى ومشتركة بخطاتها التنموية بالتعاون مع حياة كريمة وغرفة مركزية لإدارة المبادرة الرئاسية حياة كريمة لدينا خطة واضحة إن شاء الله بدعم أيضا من الحكومة من فخامة تدر رئيس 9 مليار جنيه بالإضافة 5.5 مليار جنيه من الجامعات الأهلية أعضاء المؤسسين للتحالف الوطني هتستمر هذه الخطط فيه على مدارة 6 أشهر القادمة أشكرك الأستاذ مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير أكد الرئيس عبد الفتاح أسيسي أهمية التعاون العسكري المشترك مع الولايات المتحدة في إطار العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين البلدين والتي تمثل ركزة أساسية لصون السلم والأمن بمنطقة الشرق الأوسط خاصة في ظل الظروف التي تمر بها والتي تتطلب تضافر كافة الجهود لمواجهة التحديات التي تهدد الأمن والاستقرار وفي مقدمتها الإرهاب الذي يتطلب بزل كافة الجهود الجماعية لمكافحته جاءت تصريحات سيد الرئيس خلال استقباله قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول مايكل كارالا الذي شدد على تضامن الولايات المتحدة الكامل مع مصر وكذلك الجهود التي تبذلها لمكافحة الإرهاب باعتباره التحدي المشترك الأخطر الذي يوجه المنطقة ويهدد الأمن الإقلمي بأسره كما أكد قائد المنطقة العسكرية الأمريكية على اعتماد الإدارة الأمريكية على الدور المصري الفاعل والمحوري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والنابع من الخبرة العريضة والفهم العميق للرئيس السيسي لطبيعة الأوضاع والتحديات في تلك المنطقة الهامة من العالم هذا وقد تقدم المسؤول العسكرية الأمريكية بالعزاء إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهداء القوات المسلحة والذين استشهدوا جراء الاعتداء الإرهابي الغادر والذي وقع مؤخرا في سيناء أضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول تباحث بشأن سبل الدفع والارتقاء بالتعاون العسكري والأمني بين مصر والولايات المتحدة فضلا عن التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب وبرامج التدريبات المشتركة وتأمين الحدود كما تم تطرق إلى آخر التطورات بالنسبة لعدد من الأزمات والملفات في المنطقة خاصة أمن البحر الأحمر حيث تم التوافق على استمرار التشاور والتنسيق السنائي المنتظم بين الجانبين تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك للبلدين الصديقين التقى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية الفريق أول محمد زاكي مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول مايكل كوريلا وقد تناول اللقاء عددا من موضوعات الأمن الإقليمي ذات الاهتمام المشترك وكذلك سبل تعمق علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكل البلدين التقى الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا تناول اللقاء عددا من موضوعات الأمن الإقليمي ذات الاهتمام المشترك وسبل تعمق علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكل البلدين وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزازه بعلاقات الشراكة والتعاون الممتد بين القوات المسلحة لكل البلدين وتطلعه إلى أن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التعاون المشترك في المجالات العسكرية فيما أشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية بالدور المحوري التي تقوم به الدولة المصرية في تحقيق الأمن والاستقرار والتوازن بالمنطقة مؤكدا على عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وكان الفريق أسامى عسكر رئيس أركاني حرب القوات المسلحة قد التقى الفريق أول مايكل كوريلا والوفد المرافق له وتناول اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري في مجالات التدريبات المشتركة وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكل البلدين حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة والقائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة تواصل قوات حرس الحدود جهدها في توجيه دربات القاسمة للعناصر الإجرامية وتمكنت قوات حرس الحدود من إحباط عملية تهريب شحنة كبيرة من الأسلحة وذغائر والمواد المخدرة بمنطقة بحر الرمال الأعظم جنوب واحد سيوة استمراراً لجهود قوات حرس الحدود في توجيه ضرباتها القاسمة للعناصر الإجرامية والمهربية وإجهاض المخططات والمحاولات التي تستهدف الإضرار بالمجتمع وبالأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة تمكنت قوات حرس الحدود على الاتجاه الاستراتيجي الغربي وأثناء تنفيذ مهامها بمنطقة بحر الرمال الأعظم جنوب واحد سيوة من إحباط عملية تهريب شحنة كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المخدرة حيث تم ضبط عربتي دفع رباعي بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية في أعمال التسلل والتهريب كما تم ضبط سبع بنادق قناصة FN وعدد اثنين رشاش كلاشنكور وثلاث عشرة بندقية آلية وخمسة بنادق بريتا وRBG ورشاش عيار 12.7 من عشرة واثنين رشاش عيار 14.5 من عشرة وثماني خزن آلية وسبع خزن قناصة FN واثنين دانة RBG فضلا عن ضبط 1262 طلقة مختلفة الأعيرة وهاتف للاتصال عبر الأقمار الصناعية كما نجحت عناصر قوات حرص الحدود في ضبط مليون قرص مخدر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المهربين هذا وتواصل قوات حرص الحدود جهودها المكثفة ضد الخارجين عن القانون وفرض سيطرتها الأمنية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة لتأمين حدود مصر بالتزامن مع تكثيف إجراءات الإحكام والسيطرة على كافة المنافذ والمعابر الحدودية للدولة وصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة وتمكنت وزارة الداخلية خلال شهر من تحقيق النتائج الإيجابية حيث نجحت في ضبط 5348 قضيات مواد مخدرة المزيد نتابعه في سياق التقرير التالي تتواصل الضربات الأمنية الحاسمة التي توجهها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار وجلب المواد المخدرة ضربات تسهم في تجفيف منابع المخدرات وإحباط مخططات تروجها في هذا الإطار نجحت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر في ضبط 5348 قضية مواد مخدرة تمكنت خلال هذه الفترة من ضبط قرابة 10 أطنان ونصف من مخدر البانغو وكمية من مخدر الحشيش تزن نحو طن ونصف وما يقارب 128 كيلو جرام ونصف من مخدر الهروين كما نجحت في ضبط أكثر من 51 كيلو جرام من مخدر الاستروكس ونحو 23 كيلو جرام من مخدر الايس وكميات من مخدرات الأفيون والكوكايين والفودو والقنب تزن أكثر من 23 كيلو جرام وعلى صعيد ضبط الأقراص المخدرة تم ضبط قرابة 19 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون وأكثر من 33 ألف قرص مخدر لعقار الترامدول ونحو 110 ألف قرص مؤثر على الحالة النفسية والعصبية وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب160 مليون جنيه ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط خمس قضايا غسل أموال بقيمة إجمالية قرابة 102 مليون جنيه متحصلة من الإتجار في المواد المخدرة كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 14 مركزا غير مرخص لعلاج الإدمان هذا العدد الكبير من القضايا التي تم ضبطها والكميات الكبيرة من المواد المخدرة التي نجحت الأجهزة الأمنية في ضبطها تسهم في الحفاظ على الشباب من الوقوع في براث الإدمان وتؤكد على القدرة والاحترافية والجاهزية الكبيرة للأجهزة الأمنية في مواجهة محاولات إغراق البلاد بالمواد المخدرة هذا وتواصل وزارة داخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 300 و57 قضية تموينية بمضمطات بلغت أكثر من 67 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 43 طن سلع غذائية وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط قرابة 24 ونصف طن أما في مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 350 قضية من بينها 96 قضية خبز ناقص للوزن و101 قضية خبز غير مطابق للمواصفات أعلنت وزارة الداخلية عن البدء في إجراء القرعة العلنية بكافة مدريات الأمن على مستوى الجمهورية لموسم الحج هذا العام 1443 هجرياً 2022 ميلادياً وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق العاشر من مايو وحتى يوم السبت الموافق الرابع عشر من مايو الجاري وسيتم ذلك على النحو التالي إجراء القرعة بمدريات أمن أسوان الوادي الجديد الفيوم الشرقية دميات مطروح البحر الأحمر يوم الثلاثاء الموافق العاشر من مايو كما تجرى القرعة بمدريات أمن الأقصر السيوت الجيزة الدقاهلية بورسعيد الإسكندرية جنوب سيناء يوم الأربعة الموافق العاشر من مايو وقد تقرر إجراء القرعة بمدريات أمن قناء المينيا القليوبية الغربية الإسماعلية البحيرة شمال سيناء في يوم الخميس الموافق الثاني عشر من مايو كما تقرر إجراء القرعة بمدريات أمن سهاج بني سويف المنوفية قفر الشيخ السويس القاهرة يوم السبت الموافقة الرابع عشر من مايو أكد وزير الخارجية سامح شكري عزم مصر على تفعيل أليات التشهر السياسي واللجنة الاقتصادية مع المغرب وخلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية ونظيره المغربية ناصر بوريطا بالرباط قال شكري إن مصر تعمل على تنسيق التعاون مع المغرب لمواجهة التحديات مضيفا أنه بحث مع نظيره المغربي التصدي للتنظيمات الإرهابية وفكريها الضل أخي وزميلي معالي الوزير سامح شكري وزير خارجية جمهور مصر العربية الذي يقوم بزيارة عمل وأخوة إلى المملكة المغربية هذه مدة ما جاشتنا سامح سبع سنوات لهذا السيارة عندها طابع خاص بالنظر أولا للعلاقة الخاصة بين جلالة الملك محمد السادس وأخي فخبط الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالنظر إلى الشراكة المتميزة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية خلال هذا اللقاء الذي تم بيننا اليوم أولا عبرت دمعاني الوزير عن إدانة المملكة المغربية القوية للهجوم الإرهابي الآثم الذي استهدف أول أمس سبت منطقة غرب سيناء وتضام المملكة الكامل مع جمهورية مصر وتأييده المطلق لكل إجراءات ولكل تدابي التي تتخذها السلطات المصرية لحفظ أمنها واستقرارها أمن مصر واستقرار مصر مهم للمملكة المغربية ومهم للوطن العربي وكل ما يمس مصر يهم يمس المغرب مع تعازين طبعا الحارة للحكومة والشعب المصري الشقيقين ولدوي الضحايا ومتمين تمنيتين بالشفاء العاجل للمصابين أكد لأخي معالي الوزير أن تعليم جلالة الملك محمد السادس واضحة في ضرورة التواصل والتنسيق والتشاور مع مصر هي القضايا الدولية والإقليمية المطروحة على الساحتين العربية والإفريقية العلاقات مع مصر تكتسي صبغة خاصة لأنها علاقات قديمة فيها بعد سياسي فيها بعد اقتصادي فيها بعد إنساني وفيها بعد روحي وهي أيضا علاقة متفردة لكونها مؤطرة بإطار قانوني وإطار مؤسساتي متميز ليس للمغرب نظير له مع أي بلد عربي أو إفريقي آخر خلال محادثتنا اليوم كان هناك اتفاق على تنزيل طموح جلالة الملك وفخامة الرئيس لاستغلال كل هذه الأرضية الصلبة للعلاقة التنائية وإعطائها زخام جديد من خلال تفعيل الآليات المؤسساتية وتنفيذ اتفاقيات المبرمة اتفقنا على عقد قريبا آلية التشاور السياسي على تعزيز التعاون الاقتصادي في كل المجالات وتفعيل المجلس الرجال الأعمال المغربي المصري نتحول إلى ملف الأزمات الأوكرانية حيث أكد رئيس روسيا فلاديمير بوتين بأن بلاده كانت تسعى لأمن متساون وغير قابل التجزئة للجميع وطرحت في سبيل ذلك اتفاقية أمنية لكن الغرب رفضها وأشار بوتين في كلمته خلال إحياء ذكرى عيد النصر إلا أن العملية العسكرية في أوكرانيا كان لابد منها لمواجهة المخاطر المحدقة ببلاده مع اقتراب التهديدات من الحدود الروسية وسعي الامتلاكي أسلحة نووية والآن روسيا دائما في العلاقات الدولية تقف مع الأمن المتساوي وغير المجزة وهذا الأمر الضروري لكل العالم والمجتمع الدولي ونحن اقترحنا في نهاية العام الماضي اتفاقية لضمانة الأمن والبحث عن الحلول الوسط لمصلحة الجميع ولكن كل هذا كان سدا وذهب سدا الريح وهذا يعني أنه في الواقع لديهم خطط أخرى وهذا ما رأيناه لقد جرى التحضير بشكل واضح للعملية العقابية في الدنباس وبما في ذلك في القرم وكان هناك محاولات للحصول على الأسلحة النووية وبدأوا بالسيطرة العسكرية على الأراضي القرب من حدودنا وهذا الأمر غير مقبول من تهديد لنا وبالقرب من حدودنا وكل هذا كان يشير إلى أن المواجهة لا مفر منه قال رئيس الأوكرانية فولاديمارا زلنسكي إن بلاده ستنتصر في العمليات العسكرية أمام روسيا ولن تتنازل عن أي جزء من أراضيها وفي كلمة له في هذه النصرة أكد زلنسكي أن أوكرانيا قد خسرت نحو ثمانية ملايين شخص خلال الحرب العالمية الثانية في يوم الانتصار بالحرب العالمية الثانية نقاتل من أجل نصر جديد الطريق إلى ذلك صعب لكن ليس لدينا شكوك في إننا سنفوز لا توجد أغلالا يمكن أن تقيد أرواحنا الحرة لا يوجد شخص يمكنه أن يدخل عنوة في أردنا الحرة عاجلا أم آجلا سننتصر نحن نناضل من أجل الحرية من أجل أطفالنا وبالتالي سنفوز ولن ننسى أبدا ما فعله أسلافنا في الحرب العالمية الثانية حيث مات أكثر من ثمانية ملايين أوكراني قال الرئيس الفرنسي إمانوال ماكرون إن أوكرانيا وحدها هي من تحدد شروط التفاوض مع روسيا وأضاف ماكرون في كلمة له أمام البرلمان الأوروبي أن واجب أوروبا الوقوف إلى جانب أوكرانيا مؤكدا أهمية التعامل مع الأزمات بكل قوة وحزمة وأشار الرئيس الفرنسي خلال كلمته لأن روسيا ترتكب جرائم لا توصف في أوكرانيا على حد قوله كما دعا ماكرون لوحدة أوروبية تضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي بالإضافة لإنشاء مجموعة سياسية أوروبية لضم أوكرانيا لها على سعيد المتصل قال عمدة ماريو بول بأن القوات الروسية استأنفت هجومها على مصنع الصلب في أوزفستال بعد أن غادرت قافلة للأمم المتحدة منطقة دونسك وأضف أن القوات الروسية بدأت اقتحام أوزفستال وحاولوا دون جدوى اختراق الجسر الذي كان بوابة لإخلاء موضحا أنه تم إجلاء جميع الأطفال والنساء وكبار السن قال منصق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جازب بارل بأن دول الاتحاد الأوروبي يجب أن تدرس مصادرة احتياطات النقد الأجنبي الروسية والمجمدة للمساعدة في دفع تكاليف إعادة بناء أوكرانيا وقد فرض الاتحاد الأوروبي وحلفائه الغربيون قيودا على الاحتياطات الدولية للبنك المركزي الروسي منذ أن بدأت عملياتها العسكرية في أوكرانيا حضرت جميات الغذاء الألمانية حضرت من مخاطر نقص الغذاء بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف الطاقة على خلفية العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا وتستمر قلفة المواد الخام في الارتفاع إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وعلى خلفية ذلك دعت جمعيات الغذاء السلطات الألمانية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة تداعيات الأزمة الأوكرانية ما زالت تلقي بظلالها على العالم كله وجعلت الشعب الألماني يأن من تداعياتها بعدما بات يشتكي من ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية بشكل جنوني وحذرت جمعيات الغذاء الألمانية من مخاطر نقص الغذاء بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف الطاقة على خلفية العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا وتستمر قلفة المواد الخام في الارتفاع إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وعلى خلفية ذلك دعت جمعيات الغذاء السلطات الألمانية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة رئيس الاتحاد الفيدرالي الألماني لصناعة الأغذية كريستيان فون قال إن الحديث الآن يدور حول توفر المنتجات الغذائية من عدمه وليس فقط ارتفاع سعرها محذراً من أنه في الأسابيع المقبلة في ألمانيا يمكن أن ترتفع أسعار الألبان ومنتجات المخابز بشكل كبير أما الرئيس التنفيذي لاتحاد الخبازين الألمان دانييل شنيدر قال إن الصناعات الغذائية تعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام وأغور الموظفين كما ارتفعت كلفة إنتاج المخابز من 25% إلى 30% ونتيجة ارتفاع التضخم الذي سجل أعلى معدن له منذ نحو 40 عاماً أشرت وكالة شبيجل إلى زيادة نسبة الفقراء في ألمانيا وأنهم معرضون ولا سيما المسنون وأصحاب الدخل المحدود لخطر التأثر بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة ونقلت الوكالة عن رئيس اتحاد مراكز التغذية الاجتماعية يوغن برول قوله إن الكثيرين من الألمان لا يملكون الكثير من المال لشراء الطعام خاصة عندما يتعلق الأمر بالأكل الصحي والخضروات والفواكه باتت الأزمة الاقتصادية العالمية تلقي بظلالها على الجميع خاصة الدول الغربية لارتفاع أسعار الطاقة واستمرار الأزمة الأوكرانية التي لا يبدو في الأفق أي نهاية لها نشرتنا متواصلة معكم وفيها الرئيس العراقي يؤكد أهمية مواصلة الحرب على الإرهاب والقضاء عليه أكد الرئيس العراقي برهم صالح ضرورة مواصلة الضغط على الإرهاب وإنهاء أي الثغارات أمامه جاء ذلك خلال لقائه وزير الدفاع جمع غناد لبحث الأوضاع الأمنية في البلاد وتطوراتها والجهود المتواصلة للقوات المسلحة العراقية في ملاحقة فلول الإرهاب وقد استعرض الجانبين سير العمليات العسكرية الجارية على مختلف المحاور في مكافحة خلايا الإرهاب التي تحاول زعزعة الأمن والاستقرار في عدد من المدن والمناطق بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيت مع وزير الدولة الكندي لشؤون البرلمانية سبل تعزيز التعاون بين الجانبين كما نقش الجانبين مجملة تطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وبالأخص تطورات القضية الفلسطينية حيث جدد أبو الغيت التأكيد على أهمية التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع بما يفضي لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية نشرة السادسة تتواصل مع حضراتكم نعود إلى الخبر الأبرز في نشرتنا حيث أكد سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقباله قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول مايكل كوريلا أهمية تعاون العسكري المشترك مع الولايات المتحدة في إطار العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين البلدين والتي تمثل ركيزة أساسية لصون السلم والأمن بمنطقة الشرق الأوسط خاصة في ظل الظروف التي تمر بها وفي اجتماع آخر لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة حياة كريمة وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مواصلة التعاون والتنصيق بين أجهزة الدولة المعنية بهدف تنفيذ مختلف المشروعات القومية ذات الصلاة بالمبادرة استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية وذلك بحضور الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالإضافة إلى رئيس مكتب التعاون العسكري الأمريكي والمستشار السياسي لقائد القيادة المركزية الأمريكية وبمشاركة القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أرحب بقائد القيادة المركزية الأمريكية في زيارته إلى مصر مؤكدا سيادته على أهمية التعاون العسكري المشترك في إطار العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة والتي تمثل ركيزة أساسية لصون السلم والأمن بمنطقة الشرق الأوسط خاصة في ظل الظروف التي تمر بها والتي تتطلب تضافر كافة الجهود لمواجهة تحديات التي تهدد الأمن والاستقرار وفي مقدمتها الإرهاب الذي يتطلب بذل كافة الجهود الجماعية لمكافحته مستعرضا سيادته في هذا الصدد جهود مصر على المحاور والاتجاهات الاستراتيجية لاجتثاث هذه الآفة من جذورها من جانبه أعرب قائد القيادة المركزية الأمريكية عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس مؤكدا حرصه على أن تكون مصر هي أول محطات زياراته الخارجية في المنطقة منذ توليه منصبه ومشددا على تضامن الولايات المتحدة الكامل مع مصر في الجهود التي تبذلها لمكافحة الإرهاب باعتباره التحدي المشترك الأخطر الذي يواجه المنطقة ويهدد الأمن الإقليمي بأسره كما أكد قائد المنطقة المركزية الأمريكية على اعتماد الإدارة الأمريكية على الدور المصري الفاعل والمحوري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والنابع من الخبرة العريضة والفهم العميق للسيد الرئيس لطبيعة الأوضاع والتحديات في تلك المنطقة الهامة من العالم وهو ما يتجسد في الجهود المصرية لتعزيز السلم والأمن الإقليميين الأمر الذي يفرض أهمية استمرار التعاون العسكري المصري الأمريكي المشترك وتطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين كما تقدم المسؤول العسكري الأمريكي بالعزاء إلى السيد الرئيس في شهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا جراء الاعتداء الإرهابي الغادر الذي وقع مؤخراً في سيناء وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول التباحث بشأن سبل الدفع والارتقاء بالتعاون العسكري والأمني بين مصر والولايات المتحدة فضلاً عن التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب وبرامج التدريبات المشتركة وتأمين الحدود كما تم التطرق إلى آخر التطورات بالنسبة لعدد من الأزمات والملفات في المنطقة خاصة أمن البحر الأحمر حيث تم التوافق على استمرار التشاور والتنصيق الثنائي المنتظم بين الجانبين تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك للبلدين الصديقين كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الإسكان الخاصة بمبادرة حياة كريمة وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة التعاون والتنصيق بين أجهزة الدولة المعنية لتنفيذ مختلف المشروعات القومية ذات الصلة بمبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري مع المتابعة الميدانية للموقف التنفيذي بشكل دوري والالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ أخذا في الاعتبار ما ستسهم فيه تلك المشروعات من تحسين للمستوى العام لكافة جوانب الحياة المعيشية للمواطنين في الريف المصري على مستوى الجمهورية خاصة ما يتعلق بالبنية الأساسية والخدمات فضلاً عن دورها في توفير المزيد من فرص العمل لقاتني المواقع المستهدفة بتنفيذ أعمال المبادرة وقد عرض الدكتور عاصم الجزار الجهود التي تقوم بها وزارة الإسكان في إطار المشروعات المتعلقة بالمرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة على مستوى الجمهورية خاصة في قطاعات الصرف الصحي والمياه ومحطات المعالجة إلى جانب مختلف المشروعات الخدمية ومشروع سكن كريم كما تابع السيد الرئيس كذلك المشروعات الجارية لتطوير منطقة القاهرة التاريخية والتي تهدف لاستعادة الوجه الحضاري للقاهرة على نحو يتماشى مع تاريخها العريق خاصة على الصعيد السياحي والترفيهي والثقافي بما فيها عملية التطوير الجارية في حديقة عين الصيرة والمناطق المحيطة بها فضلاً عن تطوير منطقة مثلث ماسبيرو إلى جانب ما تم من تطوير لكورنيش النيل من خلال مشروع ممشى أهل مصر والذي يعد أحد المشروعات الترفيهية والسياحية المهمة كما تم استعراض الموقف التنفيذي للمرافق والمنشآت والخدمات بمختلف المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة على مستوى الجمهورية خاصة ما يتعلق بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العالمين الجديدة شركة وزير زراء والسصلاح الأراضي أسايد السيد القصير نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي في اجتماعات مؤتمر الأطرف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في دورته الخامسة عشر والمناقض حاليا بالعاصمة الإفوارية أبجان وخلال كلمتي أكد وزير زراء أن التصحر وتدهور الأراضي والجفافة يمثلان تحديات تأذية بعض عالمية وهو ما يستلزم قيام المجتمعات بتبني استراتيجيات متكاملة طويلة المدى تنطوي على الحفاظ على خصوبة الأرض وزيادة انتاجيتها كما أكد وزير الزراعة تطلع مصر للوصول إلى إطار قانوني ملزم لتنفيذ مبادرات الجفاف العالمية والتي جرى إطلاقها خلال مؤتمر قب 14 في دولة الهند وصل البحارة المصريون العشرون الذين تم تأمين الإفراج عنهم باليمن إلى أرض الوطن بعدما جرى تأمين عودتهم إلى البلاد بتوجيهات الرئاسية وفور عودتهم إلى البلاد توجه البحارة بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وأكدوا أنهم كانوا على ثقة كاملة بقدرة الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي على إنهاء أزمتهم بنشكر الكهيدة السياسية على الموجود الكبير اللي تعمل عشان هم يرجعون بالسلامة وبنشكر الأجهزة اللي تعاونت كلها عشان ترجعهم إحنا شايفين دايماً إن كده السياسية بتهتم بالمواطن المصري إسكان في بلده أو خارج بلده وفعلاً ما سابوهمش لحظة واحدة وإحنا سبعين منهم النهاردة قديهم وكانوا بتعاملوا معاملة كويسة وقدين الجهات كلها كانت مهتمة بيهم عشان ترجعهم من نهاردة لأسرهم عمدل على سلامتهم بنشكر جميع الجهاز المعنية اللي توجهت من أول لنداء لنا بإنقاذ الصيادين المحتجزين باليمن بنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامهم بالصيادين وحل مشكلهم والاتصال بهم اتطمن عليهم الناد بنتوجه بخالص الشكر والعرفان للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لما بزله منجو وحمل على عتقه كاهل عشرين سيادا مصريا وأصر أن يأتوا إلى وطنهم وإلى بلادهم أهلا بنشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي جزير الشكر على اللي عملوا معنا وجماع الجهات السيادية اللي اهتموا بنا ومسابوا ناش نفى المركز الأعلمي لمجلس الوزراء إسناد إدارة مسجد الإمام الحسين إلى أي تجاه من الجهات وأنه لم يتم إصدار أي تقرارات بهذا الشأن مشددا على أن إدارة جميع الشؤون الدعوية وكذلك التنظيمية لمسجد الإمام الحسين وغيره من المساجد تكون من اختصاص وزارة الأوقاف بشكل كامل وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى أن أي بروتوكولات تعاون توقعها الوزراء مع أي جهات خاصة تكون بغرض الاستعانة بهم كشركاء في تنفيذ أعمال تطوير المساجد كأعمال النظافة والصيانة وأمن المساجد فقط دون إسناد إدارتها لأي من تلك الجهات شهدت قرية تينيدا بمدينة بلاط بمحافظات الوادي الجديد ختم أعمال القافلات الطبية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي استمرت أعمالها لمدة يوم وتم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على الموطنين بالقرية وبلغ إجمالي الحالات التي تم الكشف عليها بالمجان نحو 560 حالة وتم صرف العلاج لهم بالمجان والآن نتحول في نشرتنا إلى أخبار المال والأعمال مع الزميل مصطفى ميزار مساء الخير مصطفى شكرا ميرفت وشكرا هبة أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الجولة من أخبار المال والأعمال نتابع فيها نظمت وزارة التعاون الدولي والاتحاد الأوروبي احتفالية توقيع عدد من منح التمويل التنموي في إطار الشراكة المصرية الأوروبية بقيمة 138 مليون يورو وذلك لدعم جهود الدولة التنموية في مختلف القطاعات هذا وقد أوضحت وزيرة التعاون الدولي أنه منذ العام 2008 أتاح الاتحاد الأوروبي منحا تموينية تنموية لمصر بقيمة 650 مليون يورو لمشروعات في قطاعات البنية التحتية والقطاعات ذات الأولوية قال وزير التنمية المحلية محمود شعراوي إن صندوق التنمية المحلية نجح منذ بداية العام المالي الحالي في تمويل 2337 مشروعا صغيرا ومتناهي صغر بإجمال استثمارات أكثر من 27 مليون جنيه هذا وقد أكد وزير التنمية المحلية في هذا الصدد على أن صندوق التنمية المحلية يعزز من تمكين المرأة المصرية اقتصاديا حيث بلغ عدد السيدات المستفيدات من المشروعات التي مولها للمرأة خلال تلك الفترة حوالي 1463 مشروعا بنسبة بلغت حوالي 67.17% من إجمال المشروعات أنهت البرصة المصرية التعاملات على تراجع جماعي للمؤشرات بدغوط مبيعات عربية وأجنبية وتراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات بـ 6 مليارات و 600 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 711.9 مليار جنيه أما على صعيد المؤشرات فقد فتح أو فتتح المؤشر EGX30 عند 11109 نقاط وأغلق منخفضا بنسبة 81.2% عند مستوى ما يقارب من 10.906 نقاط بينما سجل مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسط EGX70 ما قيمته 1880 نقطة كان هذا عند سعر الافتتاح وأغلق منخفضا أيضا بنسبة 1.5% أما بالنسبة لمؤشر EGX100 الأوسع نطاقا فقد افتتح أو سجل ما يقرب من 2862 نقطة عند الفتح ليغلق منخفضا بنسبة 1.1% مشجلا 2832 نقطة إلى أسواق العملات حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي 18 جنيها و44 قرشا للشراء و18 جنيها و52 قرشا للبيع أما بالنسبة لليورو فقد سجلت ووصلت قيمته إلى 19 جنيه و46 قرشا للشراء و19 جنيه و56 قرشا للبيع في حين وصل الجنيه الاسترليني إلى 22 جنيا و83 قرشا للشراء و22 جنيه و94 قرشا للبيع بالنسبة للعملات العربية فقد وصل سعر الدرهم الإمراطي إلى 5 جنيهات وقرش و5 جنيهات و4 قرشا للبيع وأخيرا الريال السعودي والذي وصلت قيمته إلى 4 جنيهات 91 قرشا للشراء و4 جنيهات و93 قرشا للبيع من أسواق العملات إلى أسواق المعادل نفسة حيث تراجع الذهب العالمي في المعاملات الفورية بنسبة 7 من 10 بالمئة ليصل إلى 1870 جنيه أو دولارا للأقية أما على الصعيد المحلي فسجل الذهب عيار 18 ما قيمته 1037 جنيه بالنسبة لعيار 21 والذي وصلت قيمته إلى 1210 جنيهات وقد وصلت أيضا قيمة الذهب عيار 24 إلى 1383 جنيه وبناء عليه وصلت قيمة الجنيه الذهب إلى 9680 جنيه أعلن وزير الاقتصاد والتجارة اللبنانية أمين سلام تسلمه الموافقة الرسمية من مجلس إدارة البنك الدولي على قرد طارئ بقيمة 150 مليون دولار يدف هذا القرد في الأساس إلى دعم استيراد القمح لخلق نوع من استقرار في توفير الخبز بعد الأزمة الأوكرانية التي أثرت على وردات البلاد من القمح خاصة في ظل محدودية الاحتياطي الذي يملكه لبنان من القمح وقد أشار الوزير في هذا الصدد إلى أن البنك الدولي تعاون بشكل استثنائي مع الحكومة اللبنانية بشكل سريع للحصول على قرد طارئ مدعوم بشكل مميز إلى لبنان أكد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف ضرورة صياغة استراتيجية شاملة وفعالة لحل المشاكل الاقتصادية للشعب الباكستاني ووجه رئيس الوزراء الباكستاني الحكومة بإجراء ترتيبات خاصة لضمان توفير المواد الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة وقد شدد على ضرورة تبسيط عملية النظام المصرفي من أجل تحقيق الشمول المالية تيسيراً على المواطنين مشاهدين الكرام تحت هذه الجولة في أخبار المال والأعبال في نشرة السادسة عدوة جديدة لاستكمال ما تبقى مع هبا حسين وميرفاة المليك شكراً لك مصطفى مزارة على هذا العرض الاقتصادي ولم يتبقى لنا في نشراتنا سوى التذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار الرئيس السيسي يواجه بمواصلة التعاون والتنسوق بين أجهزة الدولة لتنفيذ مختلف مشروعات مبادرة حياة كريمة الرئيس السيسي يستقبل قائد المنطقة المركزية الأمريكية ويؤكد أن تعاون بين مصر والولايات المتحدة ركيزة لصون السلم والأمن بالشرق الأوسط في يوم عيد النصرى بوتين يؤكد أن تدخل بلاده في أوكرانيا كان ضرورياً نهاية نشرة السادسة من التلفزيون النصري شكراً لكم وإلى اللقاء شكراً لكم